تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 846 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 682 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 112 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 524 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط 16 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت وكذلك في مجال قضايا المخابز تم ضبط 974 قضية من بينها 260 قضية خبز ناقص الوزن و214 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تم ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 188 طن ترجمة نانسي قنقر